طبعا جابر بن عبدالله هذا يعني بالنسبة لذلك المرحلة مناغنية المدينة يعني نسبيا عنده مزارع في المدينة جابر بن عبدالله أبو عبدالله بن حرام قتل شهيدا في أحد وضرب بثمانين ضربة وكلمه الله كفاحا بلا ترجمان هذا جابر ذهب إلى زوجتي ترفو القصة لكن بيجيبها ببساطة الآن بمباشرة قال زوجتي وش عندكم في البيت النبي صلى الله عليه وسلم حسست في وجه الجوع اللي يحفر معه الخندق ألف اللي يحفرون كل واحد معه زميل هذا بالمسحة وهذا بالزنبيل شغالين يحفرون ما في تركترات ولا في شي ولا في شي ولا ولا قالت عندنا الداجن الدلعناق هذه مربعة في البيت يعني يربون يسمى داجن وفي شي من شعير قالت حني شعير وأنا بذبح الداجن بسم الله ذبحها وسلخها وحطها في القدر القدر طبعا تعرفون تور من طين وهي قال سوينا للشعير يعني مثل العصيد هذا مع صوب تعرف قال لشان المرق مع اللحم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقترم منه قال يا رسول الله تعالى بثنين أو ثلاثة معك طبعا العناق صغيرة والشعير قريل قال وقربته من أذنه بأبيه ومي صلى الله عليه وسلم يكفي الصحابة أنه بس يتكلم وكذا وأنه يراه ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم قال بثنين أو ثلاثة معك يا رسول الله قال ولما انتهت من كلامي قال يا أهل الخندق ألف وحد وكلهم جايعون في الصحابة مسلم الحديث وكلهم جايعون جوع منتهي تمام آخر شيء وتعبانين يحفرون من أيام وليالي إن جابر بن عبد الله قد صنع لكم طعاما فحي هلم بكم قال جابر فأخذني ما قربا بعد مصيبة ما يدري فين صار داخ قال ومشيت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فانطلق كل ألف مقاتل للجيش وتركوا المساح والزنبيل ومشوه خلف إمام كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشم فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحظر وفي عرب وفي عجم فلاشتفى ناظر منظر حسن ولا تفوها بالقول السيدين سمي يمشي عليه الصلاة والسلام والجيش وراه ألف مقاتل كلهم في دائيين وكلهم يحط دمه وروحه أمام محمد صلى الله عليه وسلم فسبق جابر قال أنا يقول أنا معدي دي لشيقول أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم تعالى البثلين والله بثلاثة أتى بالجيش قالت الله ورسوله على معاكله خل الأمر لله ففهم عليه الصلاة والسلام في بعض الولايات نتبسم صلى الله عليه وسلم درن في شيء في البيت قال يا جابر لا تنزلوا العناق اللحم خلوا في البرمة والشعير فسلم صلى الله عليه وسلم ودخل وتعالى على البرمة طبعا برمة فيها العناق مطبوخ اللحم والمرق في بسم الله الرحمن الرحيم واخذ يقرأ عليه الصلاة والسلام نفثته بركته طهره ثم مات إلى الشعير ونفث قال يا جابر هو الآن بقلط عليه الصلاة والسلام مضيف وهم كم ألف وألف كل واحد عشر يعني مئة ثبه مئة وردية يا جابر ادخلوا من عشر عشر البيت مئة تسع غرفة يعني ونزل صلى الله عليه وسلم اللحم في البرمة ونزل الشعير واقف صلى الله عليه وسلم ما جلس أكلوا عشر وقاموا والعشر وقاموا وعشر وقاموا مئة مرة يقول جابر والذي لا إله إلاه والذي أعطاني بصري وأخذ لنعمي بعد والله لقد أكل الألف وشبعوه ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم شوف بعد الألف يجلس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال فجلس تنويه هنا أكل قال صلى الله عليه وسلم اسمع التعريق أشهد أني رسول الله في أبيه المسلم يقول يكفيك هذا ما يكفيك قال جابر والله ما نقص منها شيء ثم قال صلى الله عليه وسلم يا جابر إذا أكلتم عنده العائلة فوزعوا عليها المدينة يقول جابر أتوب خدم طبعا وناس وجيران يوزعون والله ما بقي بيتهم في المدينة إلا دخله لحمن وشعير من ذاك المظيفة وهذه معجزة اللي نص عليها الأولى زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي